أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وضعت رؤية لتحويل المنطقة الاقتصادية لقالة السويس إلى مركز إقليمي رائد في صناعات الهيدروجين الأخضر جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة رينيو باور برايفت ليمتد والذي ثمن حركة التنمية الملحوظة التي تشهدها مصر